ولسه اتكلمنا عن رياضة مخلص والتعادل الأهلي أمام المصري برسعيدي هالتعادل ده رفض بكل هدايا المنافسين الزمالك فيوتشر بيرمز عشان تشتد المنافسة على الدوري خاصة الأهلي عنده مطر اللي جاي مع الزمالك يوم 21 يناير على صعيد بقى المنافسات الرياضية النهاردة هتتعمل قرعة كاس العالم الأندية اللي هيشارك فيها الأهلي كممثل لقارة أفريقيا هنتكلم مع الأستاذ محمد عفيفي النقد الرياضي عن الدولي المصري كمان عن انطلاق كاس العالم لكرة الرياضي اللي هيشارك في مصر وعندها أول ماتشاط النهاردة مع كرواتي اللي بيعتبر أهم ممتش محمد سبعة الخير عليك سبعة الفل جمعنا هنم سبعة الفل لأستاذ أحمد سبعة الفل لكل مش هدي سبعة الخير يا مصر أينما كان وطبعا يوم مهم لأنه في بداية انطلاقة جديدة لتألق مصر إن شاء الله يكون في رياضة هي التانية شعبية بعد كرة القدم كرة الرياضي في منديال العالم بإذن الله يعني يوم مهم وماتش مهم جدا وأعتقد المنتخب المصري يعني بيرفع الشعار إلى التاريخ إحنا الحقيقة أنه خلينا نقول أنه صورة مصر تحديدا في كرة الرياضي الحقيقة هيلة ومشرفة وعندنا أبطال كتير وعندنا لعيبة محترفة مهمة كتير جدا حوالي سبعة مثلا في هذا المنتخب تحديدا لكن هندخل المباراة وهي الأهم في ضمن المجموعة السابعة وإحنا عندنا غيابين إيه اللي هيحصل نقدر لأنه اللي موجود يسد زي ما قلت كده في التعليق على المباراة يسد ويهد قدام أي حد تعمل منتخبنا بسم الله ما شاء الله حتى دم غاب على سبيل المثال يحيا خالد وهو أصيب مع فاس برامل مجري في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات في نفس الفريق بداع فيه يحيا دربة المناسبة أنه غياب مؤثر بشكل أو بآخر كاج ظهير من الأظهراء التقيلة أو كباك يمين بلعب شماله بشكل قوي جدا أو بلعب الخط الخلفي بشكل قوي بشكل عام لكن يبقى أنه لعب من لعبين المؤثرين التقال الموجودين حتى لما قلنا أنه مثلا أحمد الأحمر قرر الاعتزال فالاتحاد المصر كورت اليد أنه يعدل عن هذا القرار أو يرجع في قراره ويرجع مرة تانية لمتخب قاله لا محصن رمضان موجود في دعاية تانية موجود تقدر أنها تكمل للشكل العام وأنه منتخبنا في عناصر كثيرة تقيلة جاية من تحت إحنا بطل عالم في 2019 على مستوى الناشئين تالت عالم على مستوى الشباب وسبع عالم وكان من قبلها تامن عالم وما بعدها في أولمبياد توكيو 2021 بمسمها 2020 كمنتخب أول كورن رابع الأولمبياد ومن ثم كل الكلام بيجي من بره أنه منتخب مصر منتخب قوي جدا قادر على المنافسة بشكل قوي جدا وكمان مجموعتنا المجموعة السبعة مش المجموعة اللي تخوف منتخبنا الوطن المتخب في الفئة الأعلى مع كرواتيا مع المملكة المغربية وتفوقنا عليها في مونديال مصر 2022 كأمم أفريقيا وكمان معنا الولايات المتحدة الأمريكية منتخبنا من المفترض أنه بإذن الله يفوز على كرواتيا يضمن الصدارة من بدري وبعد كده نروح للدور الرئيسي شايف البداية صعبة شوية؟ يعني كرواتيا برضو فريق مستهل صعب أي فريق أوروبي مستهل؟ بالضبط وفكرة اللي أنت موجود في البداية مع كرواتيا شايف المجموعة نفسها هتمشي إزاي مجموعة مصر؟ أنا شايف أنه منتخبنا مش الحلو بالنسبة للقورة أن أنت توجه منتخب بيكون عنيف بلعب على الفوز من بداية لأن أنت برضو ما دخلتش في أجواء الملاعب والمباريات خدت مود البطولة لسا الخطبة هتيجي في البداية دايما حتى ما بنكلم في بطولات جرانس لان في تنس مثلا نيجي يقول المصنف الأول العلمان مثلا نوفاك جوجوباش سرب أصعب مباراة يقول مباراة له قبل 160 علمان في التصنيف لأن الأجواء بيدخل في البطولة من المباراة الأولى منتخبنا الحتة بقى بتاعت التعامل الزهني دايما بنكلم عن الساكلوجية فكرة أنه لأ اللعبين مهيئين طبيعي لأنهم أصلا من المحترفين وحتى ألف الداخل مع البطولة المصرية مهيئين أنه لأ أي غريم نتعامل معه بالأسلوب والتيكتيك والإستراتيجية مع مدير فني زي إخوان كاردوسبراندو باسكوال هذا الإسباني المستقر على رأس القيادة الفنية بعد أمم مفرقية كان فيه كلام بعد بطولة العالم في مصر 2021 كان فيه كلام أنه هو هيمشي مسك فريق برا في الكارد الأوروبية لكن مستقر وده كلام كان سليم مقبل ما وممكن أنا من أول الناس لقلت مش هيمشي وراجل نام كامل لغاية بطولة العالم اللي جاية في بولندا وسويد اللي انطلقت فيها 11 من يناير الجاري مدير فني قوي جدا زكي جدا من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في العالم مع مجموعة من اللعبين نحن نتكلم عن كاتجر عالمي مستوى ستسنائي بالنسبة للعبين فأعتقد أنه لأن المنتخب قادر على تعامل مع كرواتيا فوزه يكون مهم لكسب الثقة والثقل لأنه اللي جاي أيصر لكن المنتخب بيتعامل مع كل المباراة على حدوة وبيحترم كل غريم أي مكان تفوق عليه منذ قبل أو حتى أفضل في التصنيف منتخب نقدر على الصدارة ويعين حمراء يظهرها للكل أنه جاي يقدي أداء زي الفل بإذن الله لا ان شاء الله نتمنى أنه النهار ده يعني ومتابعا منتخب المصري يفوز بحيث أنه يضمن التأهل ويرايح نفسه على رأس كل مجموعة وهو كده كده أول وثاني وثالث من المجموعات التمانية ودي تاني نسخة 32 منتخب التلاتة الأول بيتأهلوا مباشرة للدور الرئيس بس فكرة الصدارة في الأول هتريحك بشكل أو بآخر طبعا لأن احنا كمان مرتبطين من مجموعة التامنة اللي فيها الدنمارك اللي هي حاملة اللقب في آخر النسختين فهنواجهها هنواجهها فلازم نجهز كويس ونزبط أمورنا السايكلوجية والفنية علشان نقدر نخش أقوياء في الدور الرئيس وما بعد ذلك نفكر بقى فيه الدور الرئيس لأن الدور الرئيس ست فرق مجموعة سبعة مرتبطة اللي نقوم بتامنا ما نعرفش اللعبناه مرة تانية دوري من دور واحد أول وتاني فقط من الست فرق هيتأهله للكوارتر فائنا